أفدى تقرير لبلومبرغ نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن إيران تسعى للحصول على دفعة جديدة من أنظمة دفاعات جوية من طراز S-400 من روسيا وبحسب التقرير فإن المسؤولين في إسرائيل يعتقدون أن حصول إيران على هذه الأسلحة قد يجعل التصدي للبرنامج النووي الإيراني أكثر صعوبة ويضيق النافذة لحصول ذلك وضف التقرير أن المراقبين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة قالوا إن إمكانية حصول إيران على أنظمة S-400 من شأنها أن تسرع القرار بشأن هجوم محتمل على إيران مع الإشارة إلى أن روسيا لم تعلم بشكل صريح ما إذا كانت ستزود إيران بهذا النوع من الأسلحة لكن التقرير رأى أن تزويد موسكو لطهران بهذه الأسلحة سوف يستغرق أقل من عامين ترجمة نانسي قنقر